موسيقى منتان أحييكم وأوجيز لكم أبرز الأنباء أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي ترقية اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لرتبة فريق وخلال كلمته بالندوة التطقيفية الثلاثين للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد أكد السيسي أن الثمن الذي يدفعه رجال الجيش والشرطة لا يمكن تعويضه وأن حماية البلاد تكون بالعطاء والتحمل والصبر والشهادة مؤكدا أنه تم تدمير كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمخابئ للعناصر الإرهابية على مدار السنوات الماضية أشار أيضا إلى أن العملية الشاملة سيناء 2018 حققت نجاحات ضخمة ومؤثرة تعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمحاسبة كل من تسبب في حادث محطة مصر وخلال كلمته بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد أكد الرئيس السيسي أن القوات المسلحة كانت حريصة على عدم سقوط مصري واحد خلال أحداث محمد محمود وحول إنشاء المدن الجديدة أكد السيسي أن إنشاءاتها كانت من خارج موازنة الدولة بما في ذلك العاصمة الإدارية واستنكر الرئيس كثرة شائعات التي تواجه البلاد في الأوينة الأخيرة نافيا كل ما يثار حول تطعيم حملة 100 مليون صحة تعهد الفريق كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالنهوض بكل هيئات وزارة النقل بجانب هيئة السكة الحديد كما تعهد خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمواصلة العمل على قدم وساق لتصبح وزارة النقل من أفضل وزارات الدولة وقاطرة التنمية لمصر قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة إن الشهداء الحقيقيين هم من يدافعون عن الوطن وأهله وليس من يروعون أهل وطنهم وخلال كلمته بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد أكد جمعة أن الجماعات المتطرفة تلوي أعناق النصوص وتستغل الأحاديث التي تتحدث عن مكانة الشهيد أشار أيضا إلى أن واجبات المسلم أن يكون وفيا لوطنه مدافعا عنها وأشار وزير الأوقاف لأن الحفاظ على الأوطان من صميم مقصد الأديان وأن إعلان الجهاد القتالي هو حق لرئيس الدولة أو مجلس أمنها القومي فقط موجها التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي لفتح باب التجديد في إطار الحفاظ على الثوابت عقدت الهيئة العربية لتصنيع اجتماعا مع سفير دولة الهند راهول كولشاريشت ورئيس شركة انفست انديا لبحث سبل التعاون الصناعي بين البلدين وتم توقيع بروتوكول تعاون في مجال الطاقة الشمسية والمتجددة ومجال الصناعات الغذائية وعدد من المجالات الأخرى حيث تم عرض مشروعات الهيئة العربية للتصنيع في جولة للوفد الهندي داخل مقر الهيئة بحث وزير الخارجية سامح شكري سبل تعزيز ودعم علاقات التعاون بين مصر والولايات المتحدة والارتقاء بمستوى التبادل التجاري والاستثماري بما يخدم مصالح الدولتين والشعبين جاء ذلك خلال استقباله وفد غرفة التجارة الأمريكية وذلك في إطار الإعداد لزيارة بعثة طرق الأبواب التي تنظمها الغرفة للولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة كما أعرب أعضاء الوفد عن رغبتهم في لعبي دور أكثر فعالية من أجل تشجيع القطاع الخاص الأمريكي على الاستثمار في مصر إلى الأخبار العربية حيث وجه وزير حقوق الإنسان اليمني محمد حسن عسكر نداء للمنظمات الدولية المعنية بضرورة وسرعة التدخل لإنقاذ حياة اليمنيين ووقف الإرهاب الذي يمارسه الحوثي عليهم وخلال مؤتمر صحفي له في مقار السفارة اليمنية بالقاهرة استعرض عسكر جرائم وانتهاكات ميليشيات الحوثي خلال الأيام الماضية من هجوم بربري واستهداف للمواطنين الأمينين في محافظة حق ومقترفته من جرائم حرب وقصف بمختلف الأسلحة لمنازل السكان ما تسبب في سقوط 62 شهيدة أكدت وسائل إعلام إثيوبية أن حدث تحطم الطائرة الإثيوبية خلف مقتلى كل من كان على متنها وعددهم 149 راكبا وطاقم من ثمانية أفراد وذكرت هيئة الإذاعة الرسمية الإثيوبية أن ضحايا كارثة الطائرة التي كانت في طريقها إلى كينيا ينتمون لـ 33 دولة وأقلعت الطائرة من أديسة بابا في اتجاه العاصمة الكينيا نيروبي هذا وعز رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في تغريدة له على تويتر عائلات ركاب الطائرة المنكوبة دعا زعيم المعارضة الفينزولية خوان جوايدو الشعب للسفر إلى العاصمة كاركاس للمشاركة في احتجاج ضد رئيس نيكولاس مادورو يأتي ذلك في الوقت الذي استمر فيه لليوم الثالث أسوأ قطاع للكهرباء شهدته فينزويلا منذ عشرات السنين وأشار جوايدو إلى أن حكومة مادورو ليس لديها وسيلة لحل أزمة الكهرباء التي تسببت فيها رياضيا يستضيف الزمالك جور ماهيا الكيني في التاسع مساء اليوم على ملعب ستاتبورج العرب وذلك ضمن منافسة الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية يبحث الزمالك عن تحقيق الفوز لحصد الثلاث نقاط لتحسين حضوضه بشكل كبير في التأهل لدور ربع النهائي بالكونفيدرالية يحتل الفارس الأبيض المركز الثالث بالمجموعة الرابعة برصيد خمس نقاط فيما يحتل الفريق الكيني المركز الثاني برصيد ست نقاط المزيد عن تفاصيل أخبار هذا اليوم تأتيكم في تمام الخمس عصرا ألقاكم على خير